حدثني يحيى بن سعيد عن السائب بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب أن عبد الله بن السائب كان يقود عبد الله بن عباس ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الباب مما يلي الحجر فقلت يعني القائل ابن عباس لعبد الله بن السائب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم هاهنا أو يصلي هاهنا فيقول نعم فيقوم ابن عباس فيصلي حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عبدي بن جعفر عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضعنا عليه عن يساره قال عبد الله سمعت هذا الحديث من أبي ثلاث مرار حثنا وكيع حدثني ابن جريج عن محمد بن عباد المخزومي عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتتح الصلاة يوم الفتح في الفجر فقرأ بسورة المؤمنين فلما بلغ ذكر موسى وهارون أصابته سهلة فركع حسنا حجاج قال قال ابن جريج سمعت محمد بن عبدي بن جعفر قال أخبراني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمري بن العاصي وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بمكة قال فافتتح سورة فلما انتهى إلى ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك فاختلفوا عليه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سهلة فركع قال وابن السائب حاضر ذلك حسنا عبد الرزاق وروح قال أخبراني أبن جريج قال سمعت محمد بن عبدي بن جعفر قال أخبراني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمري قال روح أبن العاصي وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى بن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فافتتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى قال روح محمد بن عباد يشك واختلفوا عليه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سهلة فحذف فركع قال وعبد الله بن السائب حاضر ذلك حسنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاحي عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن السائب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال أربعا ويقول إن أبواب السماء تفتح فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا حسنا هوذة بن خليفة أخبرنا أبن جريج قال محمد بن عباد حدثني حديثا رفعه إلى أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمر عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وصلى في قبل الكعبة فخلعان عليه فوضعهما عن يساره ثم استفتح صورة المؤمنين فلما جاء ذكر عيسى أو موسى أخذته سعلة فركع حتى عبد الرزاق وروح قال حدثنا أبن جريج وابن بكر قال أخبرنا أبن جريج حدثني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد الله بن السائب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركني بني جمحة والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسن يحيى بن سعيد عن أبن جريج قال أخبرني يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال عبد الرزاق وابن بكر وروح في هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركني بني جمحة والركن الأسود ربنا آتنا حسن روح حدثنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عبدي بن جعفر قال أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمري بن العاصي وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى بن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد شك اختلفوا عليه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحظف فركع قال وابن السائب حاضر ذلك موسيقى شكرا